يا رجل انت الاهل ده فريق تعبان اوي الاهل ده فريق يعني بص ضايع ومدرب بتاع الاهل ده على قد الماسماني ده ما عندوش فكرة خالص خالص والاختبار الحقيقي الماسماني ماتش بيرامينز الجاي ده صح هو ده الطبيعي ده اللي دايماً بتقال على الاهل كله ماتش والله العظيم اي حد يقول كده على الاهل يبقى جاحد يبقى ما عندوش فكرة عن الكورة اللي يقولك الاهل ده فريق محظوظ قل له أنت ما عندكش فكرة عن الكورة اللي يقول لك الأهلي ده فريق بيكسب بالحكام قل له أنت أصلا ملكش دعوة بالكورة بالرياضة كمان مش الكورة بس كلمات تعودنا عليها وجمل تعودنا عليها على مدار الفترة اللي فاتت كلها أيا كان بقى الأهلي حلو ووحش بيكسب بيخسر هيا جمل محفوظة بتتقال لازم تتقال وكأن إيه إحنا طالعين حافظين مش فاهمين لازم نعمل كده طبعا طبعا عندنا أعظم فريق في أفريقيا النادي الأهلي عندنا مدرب ما شاء الله لكوة إلا بالله مدرب ممتاز مدرب صايع كور يستاهل كلمة دي كلمة دي كبيرة قوي في الكورة يعني مدرب بيعرف إزاي يتعامل مع المطشاط سواء بقى الكبيرة مباراة صغيرة مفيش مباراة دلوقتي بقت صغيرة يعني كل الفرقة بقت صعبة وكل الفرقة بقت عندها إمكانيات كبيرة وكلام من ده فإن المدرب ده بيحقق الإنجازات دي كله بيوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسنة التانية على التوالي فده إنجاز كبير برضو يحسب له الإنجاز الكبير دايما لينا كأهلوية أو الجمهوري نادي الأهلي هو إيه؟ هو البطولة إن الأهلي يبقى على المنصة كده رافع اللقب ولعبته رافع اللقب هو ده أهم شيء يعني لكن سيبكوا بقى من الحاجات السلبية اللي تتعالي على الأهلي دي بقى خلاص يعني يعني زهقنا منها بصراحة عندنا رجالة ما شاء الله عليهم مباراة كبيرة جدا جدا مبارح مباراة عملناها بشكل كويس هتقول لي أول تلت ساعة كنا وحشين وكان ممكن يجي فينا جون ده طبيعي في الكور أنت واحد كسبان بره أرضك واحد سفر الفريق اللي أنت تسبته على أرضه ده هيبقى جاي عايز يهاجم عايز يلحق يعوض فرق الهدف فطبيعي أنت يكون عندك يعني مقسم الماطش المراحل يكون عندك تحفظ في أول المباراة تحاول أن أنت ما تستقبلش هدف لأن منجرد ما الأهل يستقبل هدف في أول عشر دقائق ربع ساعة فأنت كده خلاص الأمور رجعت للسفر تاني حتة الأفضلية اللي عندك بسبب الجنل أنت جبته هناك خلاص راحت فكان لازم يكون فيه انكماش نسبي وتحفظ نسبي من الأهل ومن المسيماني ودي حاجة جيدة كنا قلقانين في أول تلت ساعة لكن بعد كده الأهل انطلق بعد كده الأهل عمل مباراة كبيرة بعد كده الأهل استحق الفوز والتأهل لنهاي دوري أبطال أفريقيا